احبتي في المسيح احييكم في فقرة جديدة من قضايا وحلول وقضية اليوم هي الرشوة الرشوة هي دفع هدية مالية او عينية للشخص دون منصب علشان يغير القانون او يكسروا بالصالح مقدم الهدية طبعا حيجي احبتنا المسلمين يقولون طب الرشوة حرام عندنا يا دكتور طبعا حرام عليهم وقول طيب ليش هي منتشرة عند الدول الاسلامية ومنادرة عند بلاد الغرب والكفار سؤال في مقالة بجريدة عكاز يوم 14-11-2016 تقول تحت انوان فاجعت جدة وشقت الاسكندرية تصلت الضوء على مسؤول سعودي مفتشي لتمرير مشاريع تصريف صحي دون المواصفة المطلوبة مقابل سيارات فارهة ومرتبات واشياء اخرى ونتيجة هي ايش؟ وفيات ناس ابرياء من جراء فيضانات جدا المشكلة انو لم يشخر به وما نعرف اسمه هذا المجرم وتم تغرمه به 300 الف ريال يعني اقل من قيمة سيارة من سيارات اللي يملكها طبعا ما يقول اسمه وغرض الحفاظ على سمعته لكن الحقيقة انو ذكر هؤلاء الناس سيمحى من التاريخ ومن ذاكرة البشر تعرف انو الكتاب المقدس وصف هؤلاء البشر بكل دقة اسمع الآية التالية تقول رؤوساؤها يخضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالعجرة وانبياءهم يعرفون بالفضة وهم يتوكلون على الرب قائلين ليس الرب في وسطنا لا يأتي علينا شيء ميخا 311 تماما مثل ما يقولون هذي الايام مش هننا عايشين في بلاد الحرمين ما يجينا شر ويبررون لانفسهم الرشوة ويقولون الرسول قبل الهدية شفت كيف تعاليم الاسلام مثل الشرك او الطعم تجرج لك للرشوة والرزيلة بشكل غير مباشر وبعدين تتعاقب ليش؟ علشان تفضل تحت الصيبرة طيب طبعا هناك الكثير من الايات التي تحرم الرشوة في كتابنا المقدس وهناك وعد من الرب لكل من يرفض ايش؟ الرشوة ايش هو هذا الوعد اسمع كلام الرب وهو يقول لك انت السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة الرازل مكسب المظالم النافض يديه من قبل الرشوة الذي يسد اذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر الى الشر هو في الاعالي يسكن خصون الصخور ملجأ يعطى خبزه ومياهه مأمونة هذا بسفر اشعياء الاصحاح 33 الى ايات 15 و16 فتعالوا جميعا ونكون روح وحدة ونرفض هذه الامور الشريرة ونرفض الرشوة والرب يبارك كل من يسمع اقوال كلام الرب يطبقها في حياته امين